السلام عليكم وتتبعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة التي سيقدم لكم فيها نتائج مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022 انتهت المباراة التي جمعت بين منتخبنا المغربي ومنتخب إسطانيا بالتعادل السلبي 0 مقابل 0 ليلجأوا إلى الأشواط الإضافية وتنتهي المباراة على واقع التعادل السلبي ليلجأوا بذلك إلى ضربات الجزاء وتنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني المغربي والتأهل إلى الضور المقبل المباراة التي جرت بين المنتخبين البرتغالي ومنتخب سويسرا افتتح من خلالها جونزالو راموس أداب مباراة البرتغال وسويسرا في الدقيقة السابعة عشر لصالح منتخب البرتغال وذلك بعد تسديدة قوية قبل أن يضاعف بيب بيان نتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثون من اللقاء عن طريق رأسية مميزة وفي الدقيقة الواحد والخمسون من عمر المباراة عاد جونزالو راموس للتسجيل مجددا ليحرز الهدف الثاني له والثالث لبداده ويقتل المباراة على الجانب السويسري قبل أن يضيفها رفايير جيريرو الهدف الرابع في الدقيقة السادسة والخمسون ولم يحتج منتخب سويسرا سوى دقيقتين من أجل تسجيل هدف حفظ ماء الوجع الذي جاء عن طريق المدافع مانويل أكانجي في الدقيقة الثامنة والخمسون وعاد جونزالو راموس ليحرز مجددا للهدف الثالث له والخامس لبداده ليكون أول هاتريك في النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022 قبل أن يختتم رفايير ليا والسوداسي للبرتغال في الدقيقة الثانية والتسعون من اللقاء بعد تمريرتي من رفايير جيرور كانت هذه نتائج مباريات اليوم أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة